السلام عليكم ومرحبا بكم. هذه فرصة جديدة للعمل. في هذا الفيديو سأعطيك فرصة لمنصة رائعة جدا يمكنك من خلالها يعني كسب ارباح جيدة. يعني هذه المنصة للمبتدئين وهي منصة كبيرة اسمها دايسي كون. هذه المنصة شبيهها بمنصة شيرا سيل او امباكت او يعني بعض المنصات المعروفة الخاصة بالافيديات. في الحلقة الماضية وقد تأخرني يعني في شرح ذلك لأسباب كانت يعني ظروف. المهم نعود الى الفيديو. تكلمنا عن موقع يوغوف. موقع يوغوف هذا يعمل يعني بطريقة الاستطلاعات. يعني استطلاعات الرأي. لانك اذا تسجلت يصبح لديك حساب. فبالتالي ترسل لك هذه الشركة استطلاعات رأي. وانت تقوم بالخطوات اللازمة. وتقوم بملء تلك الاستمارات التي يرسل لك. وهي غالبا يعني ما تكون فيها بعض امور منتجات او مثلا احد يريد مثلا تقيه منتج معيا فيسأل يعني هل يمتاز بجودة جيدة ليقوم بالتواري. المهم ما علينا. اذا تسجلت في يوغوف من طبيعة الحال فانت تعمل. وكل الاستبيانات التي توصلت بها على حساب البارد الالكتروني الخاص بك الذي يعني بمجرد ان تتسجل وتقوم بمعلومات الخاصة في حسابك. طبيعة الحال من بين المعلومات الخاصة فهو الايميل اسم الاول التاني وعنوان السكن ورقم الهاتف الى اخر ذلك انك تقوم بوضع كل هذه المعلومات بشكل يعني بشكل كامل في كما تراحضون يعني صفحة التسجيل او تفاصيل الشخصية. اذا بعد كسب النقاط كما تلاحظون لدي مائتين ومائة وخمسة وخمسون نقطة. يعني يلزمني فقط 845 لأقوم بسحب يعني فيزا كارت خمسة وعشرون دولار. وهناك طرق اخرى يعني للسحب. مثلا هنا. عفوا هناك يعني وسيلة اخرى او يعني يعني عدد اكبر من هذا. المهم لنطيل في الشرح لان ما يهمه هو منصة الافيليات هذه. في هذه المنصة يمكنك ان تقوم بانشاء حساب ناشر او معلي. يعني او بابليشر. نحن نحتاج الى انشاء حساب يعني بابليشر. تقوم بالنقر. على بابليشر. يعني هذه المنصة تعطيك يعني رابط احالة او اي شيء. ثم مرة اخرى هنا. وتقوم يعني بملء المعلومات. وتقوم يعني عن طريق خطوات. يعني هي خطوات بسيطة. بعد التريل تعود الى المنصة. فتدخل مباشرة بالحساب يا اما عن طريق تسجيل بحساب جيميل او البريد الذي قمت بتسجيل به. مثلا انا هذا هو حسابي. كما تلاحظون لدي يعني بيزنس ميل او بريد تداري. اقوم بالنقر. تدخل مباشرة الى الحساب. هذا هو الداشبورت والمكان الخاص بالنقارات ويعني التحويلات وكل امور. حاليا لسا هناك اي شيء لانه لسا هناك اربح. فالبالانس صفر. يعني هناك حساب اخر اعمال به. هذا فقط حساب للشرح. اذا. هنا اول شيء. لدينا قائمة الخاصة بلوحة التحكم. يعني العروض وهنا الادوات التي تحتاجها. ويعني الاشياء. يعني المعاملات والذي كالستاتيستيك يعني المكان الخاص بالتقارير النقر والتحويلات وكل شيء. وهنا مكان خاص بالتعاملات المالية. وهنا يعني الادوات الخاصة بك مثل والامور التي يمكنك استعمالها في مواقع اللي وضع العروض الخاصة بك بشكل اوتوماتيكي عن طريق خاصية الابي اي. وهنا لديك السيتينج. اذا اول شيء الذي يجب القيام به هو ان تتوجه الى السيتينج وضبط المعلومات الخاصة بك كما قلنا. وهي من طبيعة الحال. معلومات الخاصة ب personal account ومعلومات خاصة بحماية security ومعلومات الحساب ومعلومات الميديا. نحن لن نشرح كل هذه الأمور. سنشرح فقط معلومات الميديا. بالنسبة للميديا كما تلاحظون. هنا اضع موقعين. الموقع الاول والموقع الثاني. يمكنك اضافة موقع يعني بعد التجيل. يعني او يعني ستقوم باضافة موقع اثناء التجيل. لكن موقعه يجب ان يتزاوج عشرين الف زيارة يعني خلال شهر حتى يتم قبوله. في حالة ارضت اضافة موقع. اول شيء تقوم باضافته وهو اسم الموقع. هنا. ثم. الموقع هل هو بلوغ يعني كاشباك. كونتنت سايت. دايلي اوفر. دايريكلي سايت اند ستار بيج. او. فيسبوك او انستاغراف. او فيديو كونتنت. يعني مثلا يوتيوب او تيك توك او شيء اخر. او ادر سوسيال ميديا بلاتفورم. او يعني موقع تواصل اخر. انت تختار مثلا نوع الموقع. ثم تقوم بوصف الموقع. يعني في هذا الدسكريبشن. يعني كيف يعمل الموقع وعلى ماذا يعمل. وهنا ميديا ستاتوس تضعها تتركها اكتيف. وهنا سيلكت كاتيغوري. اختار نوع المحتوى الذي تقوم بوضعه في الموقع. هنا لديك محتويات كثيرة. يمكنك اختيار نوع المحتوى الذي تضعه في قناتيك او موقعك او الشيء الذي ستقوم باضافته. هو لديك المكان الذي تأتي منه الزيارات كثيرا. يعني من اين اي دولة. ثم لديك لغة الموقع. تختار اللغة التي تضع بها موقعك. كما تلاحظون. يمكنك كذلك اضافة حتى العربية. اذا اخترت مثلا دولة عربية. ثم تضغط create. بعد هذه الخطوة تنتظر الى حين يتم مراجعة الموقع الخاص بك. وسيقوم بالموقع بمراسلتك. ثم يعني يا اما يخبرك هل تم قبوله ام رفضه. لكن يجب ان يتوفر على المتطلبات حتى يتم قبوله. مثلا تجلب اكثر من عشرين ارت زيارة شهريا. وزيارة يعني تكون حقيقية. ثم نوع المحتوى يعني يكون محتوى جيد. يعني تقوم انت قد سبقت ووضعت محتوى لاشياء اخرى تكون جيد. يعني في نفس النطاق المنتجات التي يضعها الموقع مثلا. نعود الى كامبين. بعد ان يتم قبول موقعك وكل هذه الامور. تتوجه الى كامبين. هنا كما تلاحظون. لديك كل الادوات. الخاصة بالبحث كما تلاحظون. وهنا تجهد العروض. اذا من بين العروض كما تلاحظون هنا لدينا عرض يوغو. يعني يعطيك ثلاثة فاصلة تمانون دولار. عن اي شخص تسجل واكمل من طبعه الحال. ثلاث استطلاعات. كما تلاحظون هنا ثلاثة فاصلة خمسون وهناك يعني الكثير من الدول كما تلاحظون. فقط ابحث على يعني الدول التي ترغب انت بتصويرها. مثلا على سبيل المثال. نختار بشكل اشوائي. ويجب ان يكون الناس اعمارهم يعني اكثر من تمانية عشر سنة. يعني يجب ان يكون الناس بالغين. كما تلاحظون. هذه هي شروط. او يعني الامور الخاصة بالارض. تضغط على. يوز ما تريل. بعد ان تختار على يوز ما تريل. يظهر لك هنا. كما تلاحظون. البانيرات. وتختار هنا الميديا التي ستقوم بترويج عليها. مثلا. يا اما على قناتك او على موقعك. مثلا تختار الموقع. عندما تختار الموقع. هنا يعطيك الرابط. رابط مباشر. وهنا رابط بصورة. يعني رابط داخل صورة. وهنا رابط مباشر. يعني نحن نحتاج الى هذا الرابط المباشر. لمثلا انشاء مقالة. وهنا لديك كود. اذا انت تحتاج الى رابط مباشر. مباشر. اذا كان لك موقع. وتريد مثلا انشاء مقالة على هذا الموقع. وبالتالي. انت تشرح هذا الموقع للاشخاص الذين يرغوهم بالعمل به وكسب. يعني. فيزا كارت. يعني من هذا الموقع والسحب يعني بها. او. وكذلك يعني تشرح لهم طريقة العمل. يعني كم سيكسبون وكل امور. وبالتالي تقوم ب. وضع الرابط الخاص بك. وبهذه الطريقة. تكون انت. تعمل على يوغوف. فتكسب نقاط من يوغوف. وتشرح لانس اخرين. بما ان يوغوف حاليا يعني. لا يحتوي على رابط احالة. فيمكنك ان ان تكسب. من موقع يعني. وتربح ارباح جيد. لانه كما لاحظتم. ان العمولة يعني عالية جدا. اتمنى. ان يكون هذا الفيديو جيد ورائع. وشكرا لمشاهدتكم هذا الفيديو. والى اللقاء. ولا تنسوا الاشتراك. والنقر على زر لايك. ومشاركة الفيديو مع الاصدقاء. لتعمل فائدة. والى اللقاء.